مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة رحلة اليوم سنتعرف معا على أجمل أسماء الأولاد المستوحاة من الجنة ومعانيها الرائعة الأسماء ليست مجرد حروف بل هي تعبير عن الأمل والتفاؤل والبركة فلنبدأ لكن قبل ذلك رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم جديدنا فور نشره إيلاف الاسم الأول لدينا هو إيلاف هذا الاسم يعني الألف والتآلف وهو يدل على الحب والوئام بين الناس ريان ريان هو أحد أبواب الجنة ويدخل منه الصائمون يوم القيامة اسم مميز يحمل معنى الانتعاش والري ويدل على الخير والبركة جينان أما جينان فهو جمع جنة وهو اسم يرمز إلى الحدائق الخضراء الغناء وهو مرتبط بمعنى النعيم الأبدي سراج سراج يعني الضوء والنور الصاطع ويشير إلى الهداية والرشاد روحان الاسم روحان يعني الروحانية والنقاء وهو يوحي بالسلام الداخلي والصفاء فردوس فردوس هو اسم مأخوذ من أعلى درجات الجنة وهو يرمز إلى الجنة الجميلة والنعيم الوفير إسلام إسلام يعني الخضوع والطاعة لله وهو يحمل معاني السلام والإيمان برهان برهان يعني الدليل والحجة القوية وهو اسم يوحي بالقوة والصدق أمين أمين يعني الموثوق والصادق وهو اسم يشير إلى الأمانة والوفاء صفوان صفوان يعني الصخرة الملساء وهو يدل على الصفاء والنقاء والقوة وسيم وسيم يعني الجميل والمهذب وهو يعكس الجاذبية الداخلية والخارجية نور نور يعني الضوء والإشراق وهو اسم يعكس التفاؤل والإيمان عمران عمران يعني البناء والتعمير وهو يشير إلى الحياة والاستمرارية هادي هادي يعني المرشد والدليل وهو اسم يدل على الحكمة والهداية معاذ معاذ يعني المحمي بالله وهو اسم يعبر عن الحماية والأمان عابد عابد يعني المتعبد لله وهو اسم يدل على الإخلاص والتقوى باسل باسل يعني الشجاع والجريء وهو اسم يعبر عن القوة والثبات كريم كريم يعني السخي والمعطاء وهو اسم يدل على الكرم والجود صالح صالح يعني الشخص الطيب والمصلح وهو اسم يعبر عن الخير والنقاء كانت هذه مجموعة من أجمل أسماء الأولاد المستوحات من الجنة ومعانيها العظيمة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمتابعة المزيد من المحتوى المميز وشاركون الاسم أو الأسماء التي أعجبتكم في التعليقات شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة